اي لعبة بتلعبها في حياتك اي لعبة يعني افتح كده الموبايل بتاعك و أفتح أي لعبة هتلاقي اللعبة عبارة عن مستويات تخلص مستوى تدخل المستوى اللي بعديه تخلص المستوى اللي بعديه تدخل اللي بعديه وهكذا وكل مستوى بتلعبه المستوى اللي انت بتلعبه بيكون المستوى اللي قابله اسهل منه وتلاقي اللعبة بكل شوية بتصعب عليك لغاية ما تقابل الوحش واحد اثنان buying ثلاثة أسعد الله صباحكم بكل خير صباح جديد صباح سعيد صباح الأمل والتفاول اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع إشراكة شمس يوم جديدة وصباح جديد صباح سعيد أهلا بحضراتكم على القناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس النهاردة اليوم التاسع من رحلتنا 28 يوم وهتنسي في الدون 28 يوم إن شاء الله بإذن الله بالصحة والسعادة هيفوتوا عليك وانت بصحتك صحتك اللي مش هتتعوض أبدا ولا بكنوز الدنيا حتى لو تملك كنوز الدنيا وما عندكش صحة ملاش أي قيمة علشان كده بقولك اهتم بصحتك وبعد كده الفلوس تيجي بعدين مش مشكلة طبعا النهاردة هيفوت اليوم التاسع وهتبقى لنا قال من يعني 19 يوم إن شاء الله بإذن الله اللي هيلتزم في هذه الأيام إن شاء الله يحصل على نتيجة رائعة إن شاء الله بإذن الله وكمان هتغير حياته بشكل كبير جدا زي ما ناس كتير غيرت حياتها للأفضل إن شاء الله طبعا امبارح أو أول امبارح كان إيفنت اسكندرية إيفنت اسكندرية يعني من اللقاءات اللي الناس بتنتظرها من فترة لأخرى من إيفنت اسكندرية يعني التشجيع الكبير جدا جدا لناس بتكون محبة للصفحة بشكل كبير جدا ناس بتحب لو نفسك تخس يعني حب جديد وده شفناه من خلال كم يعني الطاقة الإيجابية اللي كانت موجودة في وسط الناس اللي خست وغيرت حياتها وكانت جاية علشان خاطر تشكرنا يعني بجد هتلاقوا فيه فيديو هينزل كمان الحقيقة اللي هيتفرج على الفيديو ده هياخد طاقة إيجابية رهيبة جدا ده كان فيديو لأسرة زوج وزوجة يعني بيحكوا مأساتهم مع التخن وإزاي ان هما لما تغيروا حياتهم اختلفت تماما هتشوف وهتحسوا من كلامهم يعني إحساس بجد إحساس المنتصر الإحساس اللي أنا نفسي كل واحد فيكو يحسوا مع نفسه مش واحد تقوله إنت إيه الأخبار عامل إيه في الرجيم وعم عامل الرجيم وراح التعبان لا إحساس المنتصر اللي كل يوم بيكسب في اللعبة بتاعته كل يوم الليفل بيصعب عليه ولكن بيستمر كله إصرار وتعلم من الليفلات اللي فاتت وتعلم من المستويات اللي فاتت علشان خاطر يكمل لغاية ما يوصل الوحش يوصل للوحش ويقضى عليه لو أنت عندك كرش وعايز تقضى عليه لازم تستنى ولازم تصبر وهي دي النقطة المهمة جدا اللي لقيت فيه ناس كتير كلمتني عنها كنت بلاقي في الإيفنت حد كده رفنوع وجاي يكلمني يقول لي مش مهندس أنا دلوقتي خسيت قد كده ولسه لي خمسة ولا عشرة كيلو هو بيقول رقم مثلا ومش عايزين ينزلوا وانا الصراحة يعني مش عايزة أوقف الرجيم لغاية ما خلص الدايت يعني لغاية ما يوصل للوزن المثالي بتاعي الحقيقة فيه ناس بتضيع مجهودها في حاجة مش موجودة أصلا يعني ايه يا عم الحاج يعني فيه ناس بتضيع مجهود كبير ووزن كبير نزلوه ويجوا في آخر شوية في اعتقادهم ان هم حزبة بيحسبوها ما عرفش منين برضو الحزبة اللي احنا قلنا وحذرنا منها ان طولك ملوش دعوة بوزنك تاني طولك ملوش دعوة بوزنك يعني يعمل حاجة يعني فيه ناس كتير كانت بتتكلم ان انا طول يا بشواندس مية خمسة وخمسين وانا دلوقتي وزني تلاتة وستين فلازم ان انا عندي دلوقتي سبع كيلو لازم اخسوهم والسبع كيلو مش هدين ينزلو تبص للشخص ما شاء الله الجسمه كويس فتقول له على فكرة انت كده وصلت للوزن المثالي بتاعك لا ده لسه سبع كيلو يا ابني ايه اللي قال لك سبع كيلو قصة انا عندي سبع كيلو هقول لك ليه عشان انا طولي مية خمسة وخمسين ايوه طولك مية خمسة وخمسين ايه علاقت بالوزن ما علشان هو نطرح نشيل المية فيتبقى خمسة وخمسين عفقرة ده كتير جدا اتكلم معايا في الموضوع ده مبارح تفاهمهم ان ده ملوش علاقة بده ان كل واحد وكله بنيان وكل واحد ودي عناصره وتركيبة جسمه غير التاني ده ممكن يكون مختلف عن ده يختلف عن ده وهكذا انا لما كان وزني تسعة وتمانين كيلو كان شاكلي مظبوط ولما وزني وصل لخمسة وسبعين كيلو بقى شاكلي مظبوط عادي انت لازم ان انت تعرف حاجة مهمة اوي اني مش شرط ان طولك مثلا مية وستين يبقى وزنك ستين لأ انت تمشي على النظام لغاية متلاقي شاكلك بقى حقله انا كده خلاص وصلت حتى لو انا وزني كبير يعني حتى لو وزني مثلا سبعين وطولي مية وخمسين حتى لو وزنك سبعين وطولك مية وخمسين ممكن يكون اصلا نسبة العضلة عندك عالية وبالتالي كثافتها كبيرة وبالتالي هتبان شكلها صغير في جسمك فهتحس ان جسمك مش باين اصلا وده هتشوفه في ناس كتير جدا ممكن تلاقي شخصين واحد خمسة وسبعين واحد خمسة وسبعين وده شكله معينه اتنين طول واحد وده شكله ادخن من ده وده بيرجع لتركيب الجسم ده عنده نسبة الدهون اعلى من نسبة الدهون عند ده ده نسبة العضلات بتاعته اعلى من نسبة العضلات عند ده وهكذا علشان كده اتباعك للنظام الغذائي الصحي وخصوصا اللي موجود على لو نفسك تخس هتلاقيه بيتخلص من الدهون اللي عندك هتلاقيه بيلعب على حتة الدهون وهو ده النظام الصحي يعني ايه تاني يعني النظام اللي موجود على الصفحة او على القناة هتلاقيه بيركز وبيعمل كده بيركز كده بيروح جاي منشن على الدهون بس على الدهون بس يعني بيستنزف الدهون بيستنزف طاقة الدهون دي وبيخلص منها مش زيه زي انظمة تانية تلاقي مثلا انت مشيت على النظام شوية وتلاقي جسمك كل وقع جسمك تلاقيه اعمال يعني ايه ده ايه اللي حصل دي انا حاسس ان انا ده الميزان نزل كتير لكن الشكل مفيش مفيش تغيير في الشكل كتير لكن الميزان نزل كبير كتير جدا النظام الصحي تلاقي بقى العكس تلاقي ان انت من اول كيلو شكلك بتغير تاني كيلو شكلك بتغير خالص تلت كيلو ايه ده وتلاقي ان انت يعني عشرة كيلو بتنزلهم وكأنك نزلت مثلا عشرين كيلو على انظمة انت اتبعتها وهي دي النقطة النقطة ان احنا من خلال اتباعنا لانظمة الغذائية الصحية بتلاقي الجسم بيتغير بشكل كبير نتيجة ان هو بيركز على الدهون وهي دي النقطة اللي انا عايزك تفهمها ان في ناس بتضيع وقت كبير جدا وبتضيع مجهود كبير جدا 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 علشان خاطر ويفضل ماشي على نظام النظام وقولك انا ما بخسش انا ما بخسش انا مفروض اخس خمسة كيلو ومش رادي اخسهم طب انت مين اللي قال لك خمسة كيلو اصلا انا كده حسبتها لقيتها ايا كده ايا كده خمسة كيلو لا مفيش حاجة عندك خمسة كيلو انت كده زي الفل طب امت بقى يعني انا دلوقتي الشكل بقى كويس والجسم خلاص وقف على كده ما بينزلش يعني ما لمشي على النظام ما بينزلش طب اعمل ايه بقى خلاص طب انت شكلك بقى كويس يبقى هو ده الوزن المثالي بتاعك ابتدي تثبت طب اتثبت ازاي طبعا النظام التثبيت موجود على قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخص بالشرح المفصل وهينزل على التطبيق ان شاء الله باذن الله مع نظام رمضان يعني نظام رمضان والتثبيت هتلاقيهم نزلين ان شاء الله هنعمل قضية للتطبيق وهيبقى موجود فيهم الحاجات دي ان شاء الله باذن الله حاجة تانية ان انت هتلاقي نفسك ان انت لو اتبعت بقى نظام التثبيت لو الجسم محتاج منك ان هو ينزل لو محتاج ان هو يتخلص من دهون او هو الجسم مثلا كان قافش في شوية دهون هتلاقي ان انت الجسم بقى يبتدي يعمل ايه يبتدي يتخلص منها لانك انت شايف ان انت بقى اكلك متزن فعمال يخلص من الدهون اللي عنده زيادة وهكذا وده زي ما حصل معايا كده لما انا مشيت على لايف ستايل ومشيت على نظام غدائي بقى اللي هو اللايف ستايل العادي خالص ما بقتش عك هتلاقي ان انت يعني ايه جسمك بقى كويس جدا وبينزل انا نزلت 14 كيلو بعد كده طيب انا ثبت وخلصت وليت نفسي بدخن ايه السبب السبب ان انت رجعت للعاك تاني ايه ده وانا مش بعدها ما ثبت هأكل عادي براحتي لا تتعلم من اخطائك يا بيه اه تتعلم من اخطائك يعني ان ان اقناقة شغل ان ان اقناقة ده اللي تخنك اصلا كتير جدا وزنه بيزيد وكتير جدا لما شفته وبقولله هو انت ايه تخنت ليه ионل اصلا انا بصراحة رجعت اكل تاني عادي فاتخنت رجعت اكل تاني عادي اه قطرت شوية زي تانت كده لك في الفيديو بتاعة امبارح اللي بتقولك انا انا بعد ما ثبت وزن زاد قلقنا هي بتاكل شوكولاتة ده كتير بيحصلوا كده انه هو بيرجع بينقنق بقت النقنق بقت الاكل بقى ايه الاكل اللي هو المين اللي هو الاكل الرئيسي وبعد كده يروح جاي ايه في النص كده حشر شوية ايه اكل بقى اصلا سعراته الحرية تفوق الاكل اللي هو اكله اصلا في الاطباق اللي هي الرئيسية فعشان كده انا نصيحة لكل واحد بيثبت انه هو يتعلم من اخطائه انه هو يعني لو اكل يعني زبط كده نفسه وزبط سعراته الحرية وطبعا نظام التثبيت لو شفته على القناة وانا شرحته يعني بالتفصيل نظام اخد وقت كبير جدا فلو شفهمته هتلاقي الجداول السعرات الحرية بالنظام بكل حاجة انت مش بتاكل حاجة تاني بعد كده انت خلاص بتفهم جسمك كله صح طيب الناس اللي بتتعب نفسها وبتيجي في اخر خمسة كيلو او بيعتقد انهم لستانهم خمسة كيلو وتلاقيهم يقولك ايه انا لقيت ان الجسم بنزلش فلغبط بقى فوزني 27-30 كيلو تاني ايه يا عم ده ايه ده ليه بتعمل كده في نفسك يقولك اصلا بقى ما اعمل ايه طيب انا الجسمي منزلش يعني انت دلوقتي حضرتك للسلك انت في دماغك حتى لو انت عندك حق مثلا وانت بتبقى غلطان في معظم الاوقات طيب لو انت عندك حق مثلا ولسلك خمسة كيلو تروح انت تعق تاني فتزيد 30 كيلو طب ده اسمه ايه ده طبعا ما ينفعش عشان كده انا نصيحت لكل واحد اللي هو حقق نجاح كبير جدا وابتدى يوصل للشكل المثالي اللي هو عايزه اللي هو يلاقي شكله بقى كويس يثبت على كده خلاص اثبت بقى اثبت وهتلاقي جسمك بيتظبط لوحده لكن الفكرة ان الناس عيني مش عارف يعني بتلاقي يقولك ايه انا بقالي مثلا ست سبع شهور وزني ثابت طب انت وزنك ثابت ليه اصلا ماشي عالنظام ووزني ثابت طب انت يعني بسم الله مشاول الله انت شكلك وده بقى ناس قدام عيني يعني مش في التليفون لا ده قدام عينيك هو طب انت بسم الله مشاول الله اصلا شكلك بقى يعني متناسق ده انت رفيع اصلا يعني لا مسلا انا عايز هنزل خمسة كيلو كمان عشان انا كان زمان كده ايام العز كنت قبل ما تجوز كنت ستين كيلو مثلا لأ حضرتك يعني انت قبل ما تتجوز كنت حاجة وبعد كده بقى حصل بقى تطورات في جسمك يعني في عندك عضلة زادت يعني في تغيير حضرتك يعني الجسم زمان دلوقتي خلاص بقى ما ينفعش يعني ما ينفعش ان احنا نقيز دلوقتي بزمان وبعدين انت دلوقتي مشيت عن نظام جزائي فزبط لك كل عناصر جسمك عشان كده حاولوا يا جماعة حاولوا قدر الامكان ان انتوا تحافظوا على ما وصلتوه لما انا بقول في بداية الرسالة ان رحلة التغيير عبارة عن مستويات وبتزداد صعوبة مش بتزداد صعوبة بنسبالك بالعكس انت كل لفل في اللعبة بتبتدي ان انت خلاص بقيت شاطر بقيت عندك المهارة ان انت يعني تلعب اي حاجة خلاص ان انت ابتديت ان انت لكن لكن اللفل هو اللي بيصعب نزول الوزن في البداية بيكون سهل بتلاقي مثلا الوزن بتاعك بينزل بسهولة جدا ولكن اول ما بيقرب ان الجسم بيحس ان هو خلاص يعني انت خلاص على توني اللي كلها موجودة ده ده المخزون الاستراتيجي بتاعي بيه ما ينفعش ان انت تتخلص منه كله كده يبتدي يقفش عليك شوية ولكن الناس لو استمرت لو انت فعلا عندك وزن زيادة لو انت حس عندك فعلا دهون زيادة وكلام ده ومرتزم فعلا بالنظام وكان عندك النزول سهل في الاول ما تفكرش ان النزول ده يفضل سهل معاك كده او ان الجسم هيفضل كده متجاوب معاك حتى في الاخر لا في الاخر بيبقى صعب سنة بيبقى صعب اللي هو ايه انت بمجرد التزامك وان انت تزود من الرياضة وان انت تبتدي تلتزم اكتر والتزامك ده مش ان انت تقلل اكلك يعني انت النظام مكتوب فيه كذا لازم تاخده ما ينفعش ان انا قلل اكلي لانك لو قللت اكلك الحرق هيقف وهتلاقي النزول ما بقاش موجود ولكن لازم تلتزم بالنظام الغذائي كما هو مع الرياضة المستمرة امشي كتير امشي اتحرك وامشي وروح وتعالى وهكذا يعني حاول ان انت تلغي كل الحاجات اللي انت ممكن تكون بتستخدمها في الركوب مثلا زي العربية زي الموتسيكل زي اي حاجة انت بتستخدمها وحاول ان انت تمشي حاول انت تتحرك كتير حاول انت تفرغط نفسك هتلاقي نفسك الجسم ابتدى ينزل وبتدى يتغير اكتر وركز على المقسات يعني سيبك من الميزان ده وركز على المقسات في فطلات الثبات دايما ركز على المقسات لو المقسات شغالة معاك وبتل كامل وانت بالطمن بس لكن ما تجيش في الاخر واصلا الجسم عاش فيه دهون اصلا وتلاقي الشخص كده واقف انت عمال يعني بتقول له وريني كده ريس تلاقي اصلا جسمه كله عظم اساسا انت اي عم الحاج يقول لك اصلا عايز خمسة كيلو كمان خمسة كيلو كمان اي عم انت رايح تجيب بليلة فالفكرة كلها يا جماعة ان احنا لازم نعرف ان احنا جسمنا هو اللي بيحدد فين الوزن المثالي وفين الوزن اللي مش مثالي هل وزنك ده مثالي دلوقتي ولا مش مثالي هو الجسم اللي بيحدد لا شخص ولا اي حد يقدر يحدد لك الوزن المثالي طبعا ان شاء الله بإذن الله النهاردة خلالي اليوم هيكون فيه احتفالية الاحتفالية دي احتفلنا بيها في ايفينت القاهرة اي ايفينت اسكندرية احتفالية كانت كبيرة جدا وكان فيها زغاريت وبصراحة من زمان اوه ما سمعش الصوت الزغريت يعني فكنت سعيد اوي وشفت السعادة في وجوه الناس اه بهذا او بهذه الجائزة واللي انا بعتبرها حاجة يعني عزيزة جدا على قلبي اه طبعا دي خاصة بقناتي اليوتيوب اه يعني بجد انا ما كنتش حابب احتفل بيها غير في وسط الناس اللي كانوا يعني بعتبرهم عيلة الكبيرة يعني فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللي يعني بعتبرها حاجة كبيرة جدا وان شاء الله هتكون الجايزة دي موجودة معنا بكرة ان شاء الله بإذن الله فرسالة الصباح بكرة ان شاء الله بإذن الله وهتفضل معانا موجودة معانا على طول بقى في رسالة الصباح ان شاء الله على طول مكان او معاها يعني هنحاول نخليها معاها يعني تمام فان شاء الله بإذن الله يعني مفاجأة بقى يعني ممكن يكون فيه ناس اتصربت لها الموضوع ده من خلال اليفنت ومن خلال صفحات الشخصية ولكن حابب نعيدكم مفاجأة ليكم انتظروا الفيديو بتاع الاحتفالية الكبيرة بتاعة هذه الجائزة ان شاء الله بإذن الله وما تنساش طبعا تصبح علينا عشان خاطر ده بيشجعنا وبيحفزنا قوي وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت من هنا ومن هنا وكمان تعمل سبسكرايب للقناة للقناة اسعد الله صباحكم بكل خير صباح جديد صباح سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته